ترجمة نانسي قنقر تحت طائلة المحاكمة إيش تقول لي إنه الشذوذ غير شريف الشذوذ غير شريف على فكرة هيك المسلمين الآن في مأزق في مأزق بوخذ أولادهم تقدرش تقول لأبنك إنه الشذوذ هذا غلط ولا إنه ضد الشرف في قانون عندهم قانون يتعلق بالشرف إنه إذا بتقول كذا شرف بدهم حتى كلمة شرف أيوة أخرجوا ألا لوت من كريتكم إنهم أناسوية تطهرون فالآن معناته قضية سيهزم الجمع ويولون الدبر صارت الأمور يعني فيها بشرة وكما قلنا الآن أول بشرة إنه الأمة في غالبية العظمى إنسوه الجواسيس والطغاء وأهل الساقطين المصالح المادية هي اللي بتوجههم واللي متأثرين أو الملاحدة والأخره واليسار على فكرة الإلحاد في العالم الغربي والشرقي اليسار لذلك لما الأحزاب اليسارية بتفوز بتبدأ في مسألة يعني مثلا في أمريكا وين تأقروا القانون إباحة الزواج الشذوذ الشواذ ذكورا ونئسا أبا حوي يعني أصبح قانون في زمن أوباما اليسار أوباما والآن شوف مع أنه أصلا يعني مع أنه أصلا معروفة أمريكا الدين يعني له دور فيها لكن لما أيوة أكثر من أوروبا بكثير لكن لما بوصل اليسار اليسار الحادي وبعدين هذه الأيوة متهتك والقيم ولكن في نفس الوقت ممكن اليمين اللي بحكم الذي يرفض الشذوذ في أمريكا وغيرها إذا حكم لا هو عندك بتستمر الخطط عندك عند العرب والمسلمين لأنهم أصلا هم فاهمين أنه هذا إشي مدمر وهم بصدروا لك الأمراض فأنت أمام اثنين أمام أحزاب يمينية ترفض الحلال الكامل هذا ولكن تريده إلك أنت في المجتمعات الغربية والإسلامية ليش أيها أيها مش أن يسيطر وهم أصلا خايفين من الإسلام وهم بقولوا الإسلام يعني كم إنسانة وبس يسيطر بسيطر ولا هم بسلموا بسلموا الغربيين ليش ومين المسلم القمم الفكرية طيب فهو إذن إذا وصل يعني إحنا ما نحب يعني ما نفرحش كثير يوصل اليميني لا اليميني هو ممكن يستهدفك بحروب وتفاصيل وبالتالي يسمح كمان بخطط الملاحدة تجتاحك وين وصل اليسار واليسار هو الملحد ولذلك عندنا الملحد مين حتى في المجتمعات نا اللي هو خلفيت ويسار هو الملحد واللي بده يكسر الحواجز الحواجز إيش زي قضية تشفزوز على فكرة مين اللي عم بتبناها اليوم في مجتمعنا عن طريق الغربيين اللي بدفعوا الأموال في مجتمعنا مين اللي قاعد اللي بيروج بيروج لقضية الشذوذ آه وسبق قلت لكم إنه هنا وهي جيد أرد عيدها إنه حصل في البلد هون إشي ما الناس ما حرفوهوش طلعوا جماعة معينة من الجماعات اللي تعتز بالماضي الماضي قبل الإسلام الماضي الوثني ومسميين حالهم بهذا الماضي طلعوا في تظاهرة في مناسبة معينة بعض الشباب اللي عندهم غيرة استضموا معهم استضموا معهم في وسط البلد هون في رمالة فنزلوا بريطان مسلحين جنود بريطانيين بلباس عسكري والسلاح لصالح المنحريفين المنحريفين هذول مش شواذ كانوا بس بديش أعطي اسمهم حتى لا أثيئ لهم كثير بس واضح لازم يفهم هم هم موسيقى موسيقى